السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نتحدث عن قائمة المنتخب الوطني المغربي لمواجهة المنتخب جنوب إفريقيا ومنتخب الرأس الأخضر طبعا الناخب الوطني والد الرقرقي أعلن عن القائمة اليوم لهذا جئنا في هذا الفيديو لنتحدث عن القائمة وعن التفاصيل هذه القائمة وما هم اللاعب والغائبون واللاعب والزدود الذين سوف يلتحقون بالمنتخب قبل البداية فلا تنسى الاشتراك ولنبدأ لكم الآن طبعا البداية في مركز حيثة مرمام لدينا ياسم بونو حارس إشبلياء القيدوم والحارس الأساسي للمنتخب مونين المحمدي حارس الوحدة السعودي لدينا يوسف الموطيع حارس الويداد البيضوي والمهدي من عبيدان حارس الفتح الرباطي طبعا يوسف الموطيع كأول مرة مع المنتخب الوطني المغربي بعد تألوقه اللافت مع الويداد في دور الأبطال الإفريقية وكذلك في الدور المغربي لهذا يسحق التوجود بدون أي مناقشة خاطر ديفالينا أشرف حكيمي لاعب باريسان جرمان نيف أكراد لاعب ويستهان القائد رومانسيس نوصر المزروي إسماعيل القندوس وكذلك أشرف داري جود اليميق وعبد القادر أبقار لدينا فهد موفي وأدم ماسينام طبعا استيزعاء اللاعب إسماعيل القندوس لاعبي ينشط في الدوري البرجيكي لأول مرة كذلك اللاعب فهد موفي يلعب في الدوري البرتغالي لأول مرة مع المنتخب الوطني المغربي فيما أن أدم ماسينام يعود مجددا إلى المنتخب الوطني المغربي بعد غيب طويل بسبب الإصابة الذي تعرض لهذا الموسم مع فريقه في الدوري إيطالي فيما اللاعب عبد القادر أبقار كان تواجد مع المنتخب الوطني في التربوس الماضي لهذا فهو حاضر لاعب نادي ألافيس في الدوري الدرجة الثانية الإسبانية طبعا هذا هو اللائح على مستوى خاطر الدفاع أظنه منطقي ولاعب يقدم مستوى جيد مع فريقه أما وسط ميدان لدينا سوفيا أمر بطلاعب فيرونتينا والمحارب المقاتل لدينا عبد الحامي الصغير للاعب سامدوريان كذلك اللاعب عمرا لوزار إلياس الشاعير سوفيا بوفال وحاكم زياج واللاعب أسامة الإدريسي وكذلك اللاعب يوسف الملاح طبعا عودة أسامة الإدريسي مجددا إلى المنتخب الوطني المغربي بعد غياب كبير هذا الموسم يقدم موسم الستنائي مع فريقه فاينورد في الدوري الهولندي كذلك عودة اللاعب يوسف الملاح لاعب الذي كان تم استدعائه من قبل مع المدرب واحد خالوزيتش كذلك تواجد كل من عمرا لوزار إلياس الشاعير الذين يشط في الشامبيونشيف في الدرجة الثانية الدور الإنجليزي ممتاز طبعا خطر والصدفة ممنطقي وغياب اللاعب بلد الخنوس بسبب أن اللاعب سوف يكون مع المنتخب الوطني المغربي أقل من 23 في أمم إفريقيا القادمة المنظمة في المغربي أما على مستوى رأس الحرب والهجوم لدينا زكري وخلال مهاجيب نادي تولوز القناص المغربي يوسف انصيري آنس الضروري لاعب بيرلين وليش ديرام عبد الرزاق حمد الله وتاريخ سودالي عودة سودالي مجددا إلى المنتخب الوطني المغربي بعد التعافي من الإصابة وبدأ ينشط مع فريقه في الدوري البلجيكي بشكل جيد وتجد الأهداف مجددا عبد الرزاق لاعب الاتحاد كنا نعرفهم كذلك في على مستوى الهجوم غياب عبدالصامت الزلزولي بسبب أن عبدالصامت سوف يكون كذلك مع المنتخب الوطني المغربي أقل متلاتة وعشرين المنظمة في المغربي مثله مثل الخنوس طبعا هذه اللائحة التي أعلنها عليها رجل رجل أظنها منطقية ولائحة مستحقة كل اللاعبين يستحقون التواجد واللاعبين لديهم خبرة كانوا مع المنتخب الوطني المغربي على الضغط أن بعض اللاعبين كان يغيب عليهم التنفسية مثل أشرف داري وعبدالحامس الصابيري بسبب عدم مشاركتي مع الفريق لكن يبقوا لاعبين أساسيين والذيهم تجربان سابقة وإلى اللقاء